السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد ايها الاحب الكرام احييكم جميعا بتحية الاسلام تحية اهل الجنة وتحية اهل الجنة السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المتجدد في هذا اليوم الاغر ونحن نستقبل شهر ربيع الاول الذي يختزل الذكرى العطرة ذكرى مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضيفنا الكريم الذي قدم الينا من ايطاليا الاستاذ عبد الله مشنون لهو من مغاربة العالم بدولة ايطاليا وهو متعدد الاختصاصات هو مدير ومؤسس الجريدة العربية الاوروبية ايطاليا تيلغراف وهو هذه الجريدة هي منبر اعلامي يصدر من اوروبا وينشر المقالات بلغات ستة الاستاذ عبد الله مشنون حاصل على شهادة عليا في مجال الاعلام تخصص الصحافة المكتوبة من المعهد العالي للصحافة والاتصال وصار استاذا محاضرا بالمنتديات الدولية المهتمة بالمشترك الانساني وبحوار الحضارات والثقافات والاديان وهو ايضا رئيس للمنظمة الاسلامية للعالم العربي باوروبا وعضو سابق بالمجلس الوطني الايطالي للديانة الاسلامية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية الايطالية كما انه فاعل جمعوي ومهتم بقضايا الهجرة وكاتب مقالات واعلامي بعدة منابر يعني استاذنا الفاضل شاب مغربي اللي هو الحمد لله عنده اهتمامات وتخصصات متعددة ان شاء الله سوف نناقش في هذا اللقاء مجموعة من القضايا المرتبطة بمغاربة العالم وبالقضية الوطنية وباهتمام جلالة الملك حفظه الله ورعاه برعاياه الاوفياء بالخارج وكذلك مشكل المشاكل التي يعاني منها المغاربة في العالم وما يتعلق برغبة في الاستثمار داخل بلدهم وارضهم وقضايا العمل الجمعوي وغير ذلك من المسائل استاذ عبدالله مشنون يبدو ان ان بطاقتك التعريفية طويلة وعريضة جدا بغير نوقف عند بعض الجوانب هذا النشاط اللي تقوم به الان وقد سافرت من المغرب الى ارض ايطاليا والحمد لله تمكنت في غضوني فترة وجيزة ان يكون لك بصمة واضحة داخل الاشياء العام داخل ايطاليا وخصوصا لما اخترت المجال الاعلامي استاذ الفاضل لو حددتنا كونك استاذ محاضر بالمنتديات الدولية وتهتم بالمشترك الانساني وبحوار ثقافات يعني ما الغاية من هذه المنتديات وما هي الاهداف المسطرة لها والى اي مدى ربما حققت بعض اهدفها بداية اشكر اداعة ميد راديو على رأسها فضيلة الدكتور طيب كريبان وكل القائمين على هذا الاذاعة القيم الهادفة التي طبعا يتابعها اغلب المغاربة ومن بينهم كذلك مغاربة العالم يتابعونها نظر لما للقضايا التي تناقشها وللقضايا التي تتطرق الهادفة طبعا انا اشارك في اغلب الندوات والملتقيات الدولية وكذلك المؤتمرات سواء في المغرب او في اوروبا او في بعض الدول العربية واضن انني اخر لقاء شاركت فيه وهو لقاء دولي قبل الجائحة كان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول حيث كان هذا اللقاء الدولي منظم من طرف الامم المتحدة قسم حوى الاديان والذين شاركوا في هذا المؤتمر ناقشوا اهمية الاسرة في بناء المجتمع طبعا مشاركتي في هذه الندوات وفي هذه اللقاءات الفكرية والعلمية والثقافية وكذلك السياسية تنحصر في ايصال رسالة مفادها على ان المشترك الانساني له اهمية قصوى وله اهمية كبيرة جدا خاصة اذا اهتم الجميع بدراسة المشترك الانساني واخص بالذكر الجالية المسلمة بالخارج وعلى رأسها مغاربة العالم فهم في امس الحاجة الى ان يستوعبوا وان يفهموا مفهوم المشترك الانساني في دولة لا تدين بالاسلام فهي هذه الجالية تحتاج الى فقه يخول لها التعامل مع غير المسلم واظن ان هذه اللقاءات نستفيد منها طبعا ويستفيد منها الذين يشاركون فيها ويستفيد منها كذلك حتى المنظمون نعم استاذ الفاضل ربما بعض المتابعين لنا يتساءلون حينما يسمعون المشترك الانساني ماذا نقصد بالمشترك الانساني هل القيم الروحية هل قيم الاخاء هل قيم المساواة هل ماذا نقصد بالضبط اظن اظن ان هناك كتاب قيم كتاب يعني قيم جدا وهادف واتمنى من كل المهتمين ان يقتنوا وهو كتاب لفضيلة الدكتور عبدالله بوصوف الامي العام لمجلس الجالية المغربية ويعني هذا الكتاب هو الذي ألفه وسمىه بالمشترك الانساني وقد سبق لي ان طلعت عليه عندما نشير وصراحة نحن ننوه بهذا العمل الجبار الذي قام به فضيلة الدكتور عبدالله بوصوف من خلال تلك الدراسة التي نشرها في هذا الكتاب طبعا حينما نتحدث عن المشترك الانساني ربما المقصود به هناك مشترك يجمع الانسانية بغض النظر عن الديانات يعني نعمل فيما في الامور التي تجمعنا نتفق عليها كمجتمع انساني من احترام من معاملة من صدق إلى غير ذلك فهذا أنا قلته باختصار مشترك انساني نعيش جميعا به وانا انصح المهتمين بالمسألة ان يطلع على هذا الكتاب نعم ايضا استاذ الفاضل من بين اهتماماتكم هو الحوار بين الثقافات والحضارات اكيد ان العالم يزهر باشكال وانواع مختلفة من الحضارات والثقافات المتعددة نحن كمغاربة ربما لنا خصوصية معينة ما بدا تواجدكم في مغربة العالم في اوروبا وفي العالم الغربي لتأكيد وتعزيز الهوية المغربية مع مد جسور الحوار والتواصل مع باقي الثقافات والحضارات الاخرى اه اظن استاذ الفاضل على ان تلك الندوات واللقاءات التي تناقش مواضيع المشترك الانساني او مواضيع حوار الثقافات او ما استلح عليه بحوار الديانات هو يعني موضوع مهم جدا يستفيد منه المسلم الذي يعيش خارج بلاد الاسلام خاصة في الدول الغربية وكذلك حتى في بعض الدول الافريقية التي يعني فيها اقلية مسلمة بحكم ان اغلب المراكز في الدول الغربية وايطاليا بالخصوص يعني القائمين والقيمين عليها من المغاربة فطبعا اغلبهم حريص جدا كل الحرس على ان تكون رسالته تعتمد على الخطاب الديني او ما معروف عندنا بتجديد الخطاب الديني يعني نرسل من خلال تلك اللقاءات رسائل القيمين على المراكز الدينية حتى ينشر الخطاب السليم الخطاب الوسطي الوسطية والاعتدال وهي طبعا المنتشرة لا ننكر ان هناك بعض المراكز او بعض الجمعيات الاسلامية يعني اصبحت متميزة لا اكون متميزة ولكنها يعني تعتمد في بعض انشطتها على امور يعني شادة وفيها نوع من الغلو والتطرفين سالله تعالى الهداية للجميع هذا والسؤال الذي يا جرون يعني لماذا صرنا نهتم بالمشترك الانساني هل لان ربما المجتمعات الغربية عانت من بعض الاستضامات والاختلافات هل ان كل شخص اراد ان يعبر عن خصوصيته وعن ذاته ربما قد لا يوفق في انه يحصل ما نتمناه هو التعايش المشترك هو المصلحة المشتركة الاسباب والدوافع التي جعلت الانظمة السياسية زائد الفاعلين الثقافيين ينحون نحو هذا المنحة اذا رجعنا للوراء هل كان هناك خلافات هل هناك استضامات نريد ان نتجاوزها طبعا كان في الماضي يعني لا بد ان نضع حتى نقط على الحروف لان في الماضي في السنوات تسعينيات من القرن الماضي يعني لم يكن لدولة اهتمام قوي كما نلاحظ الان بالجالية المغربية بالخارج والان هناك اهتمام لماذا لان وهذا امر يعني يعرفه الخاص والعام على ان في السنوات الماضية اه كان هناك اه ما يسمى بالتطرف الديني كان منتشرا في في اوروبا وكان اغلب اه اه داعين الى هذا المنهج الشاد والمتطرف يعني اغلبهم من المشارقة واستطاعوا ان يستقطبوا الشباب ومن بينهم طبعا الشباب المغربية وكانوا سببا في ارسالهم الى اماكن الصراع في بعض الدول العربية طبعا نعرف هذا لا ننكره ولكن الان اصبح لدى اغلب الفاعلين على والقيمين على المراكز الاسلامية واحد الاعتمدون على منهج الوسطية والاعتدال وخاصة يقومون بتفعيل مفهوم المشترك الانساني وتوعية الشباب من مخاطر التطرف والغلو والتعصب طبعا الجميع يعرف ان اوروبا فيها نوع من الحرية وفيها نوع حتى من الفوضى هناك حتى هناك فوضى في اوروبا لكن الان الحمد لله المراكز الاسلامية استطاعت بتنسيق طبعا مع بعض المؤسسات المغربية سواء الدينية او المدنية مثل مجلس الجالية ومثل كذلك وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وكذلك بتنسيق حتى مع بعض المؤسسات في اوروبا خاصة في ايطاليا كالكونفيدرالية الاسلامية الايطالية هناك تنسيق من اجل تفعيل ونشر الوساطية والاعتدال في صفوف الشباب حتى لا ينجرف ولا يتم استقطابهم من طرف بعض المتطرفين لا حاجة ان نذكر الصفة يعني المسألة يعرفها الجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة